أكو قصة أنا متابعها صار فترة هاي القصة لامرأة الآن في تركيا هذه المرأة تخاف تطلع لأنه هي حسب قولها تقول أنا قلت لهم راح أشتكي وراح أطلع مع نجم الرباعي وهددوني قالولي نجيت إلى تركيا إذا ما طلعت ورفضت أن تظهر قصة هاي اللبنية أنه أكو بيت لوالدتها بالحارفية وباسم أمان القصة أنه سوت وكالة إلى المحامي والمحامي والعصابة اللي معاه حسب تعبير البنية باعوا البيت وحولوا البيت وراح البيت وفوق هذا وذاك تقول استخدموا الوكالة أنه زوجوها إلى شخص آخر وتقول أنا على ذمة رجل ثاني صح رجلي إلى الآن زوجها ما تعرف أين أنفقد، أنخطف، سافر، هجرها لأسباب غير معروفة المرأة خاف تطلع والمرأة خاف تحجي حقها ضاع وأكو تجوير صاير ضدها حسنا أنا والله ما أدري أنه لما تصل قلت لها أنا أنا أشد لك وحتى الجهات المختصة أعطيهم تليفونك ليستفهم من قصة وقضية هذه الحقيقة لأنه مثل ما الآن السيد وزير الداخلية استجاب لهذا الرجل بلان على معلومات ومعطيات أنه يتم تهديده هذه المرأة أيضاً البيت راح والمحامين اللي ثقت بيهم، سوت لهم مكالة أنه بتقول فوق البيت، فوق القار أنه يزوجوني هذه المرأة أنا أحتفظ بتليفونها إذا الأخوة في مجلس القضاء مكتب المتابعة للسيد رئيس الوزراء الجهات المختصة ذات العلاقة في وزارة العدل تليفونها موجود وتقول أنا أخاف أطب إلى العراق لعدة أسباب أنا ما على الرسول إلا البلاغ المبين حتى تتكشف الحقائق تتكشف من خلال هذه القصة